موسيقى موسيقى ربنا عليك توكلنا وإليك أنا بنا وإليك المصير أهلا بكم فتاوى الناس نتحدث اليوم عن قراءة القرآن في الصلاة وسؤال حلقتنا اليوم على صفحة قناة الناس ما رأيك في الجهر بالصلاة منفردا ومعنى اليوم فضيلة الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية فضي الشيخ أحمد أهلا بك أهلا بكم وسهلا يا أساس حسن وسعداء بهذه الأجواء التي أحدثها مؤتمر التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق في هذا الشأن ودائما نحن ننتظر من دار الإفتاء الكثير والكثير والوقوف على المستجدات العصرية لوضع ما يناسب هذا الإنسان في هذا الوقت نعم يعني أنا أحيي حضرتك على هذه اللفتة اللطيفة نحن هذه الأيام في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر دار الإفتاء المصرية في العام الرابع على التوالي نختار كل عام موضوع أو قضية حساسة يشارك فيها بالنظر وبالمشاركة أكابر العلماء من أقطار الأرض يأتون من ثقافات مختلفة من بيئات مختلفة يشغلهم هم واحد وهو وضع النقاط على الحروف والخروج بتوصيات يتم تفعيلها على أرض الواقع والحمد لله قد أحرزنا يعني نتيجة طيبة بصدد تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمرات السابقة وإن شاء الله هذا المؤتمر أيضا يكتب الله سبحانه وتعالى له النجاح والتوفيق بإذن الله إن شاء الله الجهر في الصلاة يعني البعض دايما يتساءل يعني السر في الصلاوات السرية أو القراءة السرية في الظهر والعصر والقراءة الجهرية في المغرب والعشاء طيب لما يكون منفردا هل ألتزم بهذا الشكل؟ عفوة عفوة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه تكلمنا سابقا عن أن أفعال الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة ومنها ما هو هيئة وذكرنا أن الهيئة هي بعض الأفعال أو الأقوال في الصلاة إذا أتى بها الإنسان المصلي يثاب وإذا لم يأتي بها لم يأثم ولم تختل صلاته ولا يطلب منه حتى أن يأتي بسجدتين للسهو إنما غاية الأمر أنه يكون قد أخلى بالثواب الكامل وبالهيئة التامة لصلاة وأن من جملة الهيئات التسبيحات والصورة بعد الفاتحة وتكبيرات الانتقال والتأمين خلف الإمام والتسليم الثانية وحركة الرأس يمين وشمالا في التسليم والجهر في مواضعه هذا أيضا من هيئات الصلاة ما هي مواضع الجهر بشكل نعام؟ مواضع الجهر بشكل نعام تختلف إذا كنا من نتكلم عن خصوص القراءة خصوص القراءة يعني قراءة القرآن الكريم في الصلاة شرع الله تعالى الجهر في الصلاة في مواطن وشرع الإسرار في مواطن أخرى في الأوليين من الصبح ما هي صبح مفهاش إلا أوليين في ركعتين الصبح يشرع الجهر في الأوليين من الظهر والأخرين من الظهر الإسرار ما فيهاش دي الظهر كلها إسرار كل الظهر والعاصر كله إسرار الأوليين من المغرب والأوليين من العشاء جهر جهر كويس كده؟ طيب دي مواضع الجهر بالقرآن في الصلاة هل يختلف في ذلك المأموم عن الإمام عن المنفرد نعم قد يختلف ازاي فالإمام والمنفرد يشر عليهم الجهر في مواطن الجهر والإسرار في مواطن الإسرار أما المؤتم المأموم هذا لا يطلب منه إلا الإسرار مش متصورين إحنا إن الإمام بيقرأ والمأموم بيقرأ معاه بصوت عالي إنما جعل الإمامه يؤتم بيه دايس كنا بنتكلم عن خصوص القراءة أما ما هو أعم من القراءة زي تكبيرات الانتقال زي التأمين زي التسبحات زي كذا إلى آخره ده أمر آخر وإذا تكلمنا عن القراءة فيه هنا أمر مهم وأحب أن ننبه عليه تسمح لي أخذ معاية تصواتي المحمد ورجع لهذه التفاصيل والنقاط المهمة أمو محمد أهلا بك يا فن أهلا بحضرتك إزايك أستاذ حر يا أهلا وسهلا فضل يا فن تحيات الفن فضلت الشيخ فضلت الشيخ أحمد مع حضرتك أهلا أهلا وسهلا أهلا بحضرتك والله عايزة استفسر من حضرتك ابني حلف يمين يعني بالضبط اللي حصل هو قال لي زوجته لو خرجت بالطعم ده مش هتبقى على دماتي وهي خرجت بنفس الطعم اللي هو قال لها عليه يبقى كده يعتبر طلاقه ولا الحل فيه طيب تمام في سؤال تاني لا شكرا شكرا نلجع لي بقى للتفاصيل بخصوص الجهر بالقرآن جيد حضرتك بسألتني أي حكم الجهر أنا عايزة أعرف الأول ما هو الجهر ما هو الحد الذي يسمى جهرا وما هو الحد الذي إذا لم يحصل يبسر يبسر القراءة الحد الأدنى فيها حتى يسمى الإنسان قارئا أن إما أن يحرك شفتيه وإما أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه إسماع نفسه يعني اللي جنبه ما يسمعوش هو بس اللي يسمع نفسه إذا كان خاليا إذا فرضناه خاليا يعني لوحده ده الحد الأدنى من القراءة قيل تحريك الشفتين مع إسماع النفس ده رأيه الشفعية وقيل تحريك الشفتين فقط ولو بلا صوت ده رأيه الملكية هنا في حتة مهمة جدا إن بعض الناس يا سيدي الفاضل يأتي ويقول لك إيه بس الله أكبر الله أكبر وينزل وتحس إنه هو بقه متخيط فين يا مولانا الإراية يقول لك ما أنا قريت لا دي ما اسمقاش إراية شرع أنت خيل إن أنت بتعرض صلاتك للبطلان بذلك لأنك لا تقرأ يقول لك أنا بقى أقرأ في سري تقرأ في سريك ما ينفعش ده بس مش قراءة شرعا ولا لغة كمان بالمناسبة فالحد الأدنى من القراءة حتى يعني إن نقول إن دي قراءة إنك تحرك شفتيك يبقى حتى أصحيح على رأي الملكية وأخذ بالك إذا أسمعت الغير يبقى دي بداية الجهر بقى فالجهر أدناه اسماع الغير وأعلاه لحد لا ممكن أزعق الغير تم ما يسمعني الشرع اللي بعد اللي بعدين ده اسمه جهر برضو لكن أدناه إيه؟ أحنا بنقول مستويات الجهر إن أنا بقرأ فأنت بتسمع وإنت جنبي تمام ده ده أول الجهر أدنى الإسرار أن تسمع نفسك وأخذ بالك إذا مشينا على الرأي اللي بيقول القراءة مع تحريك الشفتين وإلا فإن هناك رأي آخر أخف يقولك تحريك الشفتين فقط لكن ما في حد قال إن القراءة النفسية دي تجزئ واحد ماسك المصحف وبيقرأ بعنيه كده أنت جايب تاخد ثواب النظر مش ثواب القراءة لأنك هكذا لا تسمى قارئا واحد بيصلي ويقوم من ليل وكذا إلى آخر وما بيحركش شفيفه لقلة العلم المسكين عرض عبادته للبطلان لأنه بهذا لا يسمى قارئا وأنا شفت ناس أحيانا من أهالينا البسطاء يفعلون هذا في المساجد وكذا إلى آخر ولا يدرون أن هذا يعرض عبادتهم للإبطال لست عبدالله وبعد لست عبدالله هارجع لنقطة مهمة جدا فيه يمكن ربما تكون أدعى الخشوع مع فضلت الشيخ أحمد صوص عبدالله أهلا بيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا عندي استثار بخصوص وزن أو سن الأضحية والسن الشارعي للأضحيائي والوزن بتاعها أوما يعادل من السن يعني أنا سمعت من كذا شيخ أو من كذا حد أفتاني في الموضوع قال لي أن الوزن ممكن يكون 350 كيلو فأكثر أو سنتين اللي هو الأصل يعني سنتين أو ما كانش يبقى 350 كيلو فأكثر الحاجة التانية أنا دلوقتي صاحب مزرعة ولو سن مثلا أقل من سنتين بس الوزن أكتر من 350 كيلو في ناس قالتني أنه ما ينفعش هو لازم سنتين طب أنا دلوقتي لو طلعت هيبقى حرام علي أو علي وزر وحل سؤال آخر معلش أقول لي كلام بتاعت المزرعة دي تاني؟ يعني عنده حاجة في سنتين أنا عندي دلوقتي مزرعة أيوة تمام وعندي حاجات أوزنها أقل من 350 كيلو آآ آآ تمام فحد مثلا نشترى بس أنا عارف إن هو 350 كيلو فأكثر فلو هو أشترى أنا علي وزرى لأ حاجة تانية دلوقتي في حد سألني بيقول لي دلوقتي أنا ينفع أخد عجلة أقل من 350 كيلو الوحدي أيوة بس لأن برضو الموضوع في نقاش وأنا سمعت من دار الإفتة إن موضوع إنه يبقى فيه أقل من 350 كيلو ده على رأيين من دار الإفتة فأنا الصرحة في خيرا مش عارف بقى إن أنا علي وزر ولا لأ حاضركم شكرا حاضركم اللي بيتبيع يعني البائع أرجع ليه أليس انشغاله المصلي بالقراءة همسا أو جهرا في موضوعهم الصحيحة أدعى للخشوع لإني أحيان بعضي يقول لك ما بعرفش أخشع إلا لما أسمع صوتي فأفكر وأتأمل فيما أقرأ الآن بكلم عن نواحي الإجرائية أدعى للخشوع والجهر في مواضعه لمن شرع له الجهر مطلوب والإسرار في مواضعه لمن شرع له الإسرار مطلوب لأن هممنا وإراداتنا دائرة مع مرادات الشريعة لأ أنا أقصد معنيه اللي ما بيتحركش أبدا أصدي يعني دا أفضل فكرة إنه بيديك تقصد إن السكوت يعني السكوت خالص كده وكله بيشي على قلبه والله سيد الكريم يعني هذه أمور نسبي أعينا ما تقدرش تقول إنها مضطردة مع جميع الناس في بعض الناس تغميد العينين بيصبهم بالخشوع وفي بعض الناس تغميد العينين بيصبهم بالنعاس والخبال حضرتك في ناس القراءة النفسانية دي ممكن يقولك أنا بخشع أكتر وبقرأ أسرع وفي ناس تقولك لا أنا حب أسمع فدي أمور نسبية فيها فروق فردية فيبقى إن المعيار الذي نرتد إليه نرجع إلميعا هو أننا نأتي بالقدر اللي يصحح ابنا في ميزان الشرع السر في موضع السر والجهر في موضع الجهر نعم وإن إحنا نبقى عارفين وبنأكد وبنعيد وبنزيد إن الحد الأدنى للقراءة على يعني أوسع رأي موجود في الفقه الإيمي تحرك الشفاتين الفقه وإن كان الأحوط والأولى والذي يعني يعني نفتي به الناس أنك تقرأ لكن تقرأ يعني تسمع نفسك ما أنا دي أنا أصدق عليها الحد الأدنى لو أحد بتبقى أدعى الخشوع أنا لما تسمعش نفسك وتبقى ساكت كده يعني هفكر إزاي في اللي بقراء فاللي يهمني الآن إصالاتك صحيحة إذا فعلت كده ولا مش صحيح الخشوع له عمر النسبي معايا اتصال تليفوني قالو السلام عليكم يا سيدة إيمان أهلا بيكي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي بس ثلاث أسئلة السؤال الأول إيه يا فنة؟ هو أولا أنا حلفت على حاجة قلت والله والحاجة دي أنا مش متأكدة صحة ولا لأ وللأسف بعدها بقيقة اكتشفت أن أنا حلفت والله غلط فأنا لو علي كفارة كان فلوس قلت إيه يا سيدة إيمان؟ قلت إيه يا فنة؟ لا قلت إيه يا ماما حصل كذا كذا وبعدها بقيقة اكتشفت أن الحاجة دي مغلط أنت ما تعمدتش تحلف يعني كذبا؟ لا يعني قلتها كده والله يا ماما حصل كويس كويس أنت يما قلت إيه يا ماما حصل وهو ما كانش حصل لا أنا ما كنتش أعرف حصل ولا لأ بس كنت شكة وديقت إن أنا حلفت يعني طيب أنت يما قلت لها والله كان قصدك الحلفان القسم ولا كنت يعني جرت على لسانك كده غضبا عنك؟ على طول أقول لي ماما كده والله يا ماما طيب طيب زي ما قالت دلوقتي والله مثلا بتيجي كده في سياق الكلام طيب السؤال التاني يا سيدة إيمان إيه؟ طيب السؤال التاني في القرآن يا أيها الذين آمنوا بالصالحات دايما ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب مين هم الذين آمنوا يعني بيعملوا إيه غير اللي إحنا بنعمله الصلاة والصوم والعبادات دي حاضري فاني بس سؤال التاني السؤال التالت إيه؟ وعمل الصالحات اللي هي يعني الصالحات العبد إيه؟ يعني هذه الديني أمثال للصالحات لعشان الواحد يحس إن هو منهم تالت سؤال اللي هو حسن الخاتمة دايما نبدع بيها ففي حاجات تانية بير الدعاء وعشان الإنسان يتطمن إن أنا إنسان خوافة جدا يعني فعايز حضرك بس تطمنني يعني على إيه؟ بس وجزاكم الله كل خير السؤال في جزء في حسن الخاتمة إيه يا سيدة إيمان؟ هو إيه الإنسان يعملوا حسن حسن الخاتمة يعني بير الدعاء كيف تكون؟ أو يعمل إيه بالظبط في حاجات معينة ربنا أمرنا بها عشان إن شاء الله تبقى في حسن الخاتمة حاضري فاني بس أشكركم وجزاكم الله كل خير السيدة زكريا أهلا بيك يا سيدة زكريا السيدة زكريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعالم بضيطانك كل حادثة كان توفى لي بفل مختصر من سنة حوالي تلاتة وثمانين كده في المستشفى قالوا بتسيبه للحانوتي بتاع المستشفى ولا تاخده وكل مدفن بتعمل لسه مجهزه وكده في الوال بقالتلي يا ابني هتدفع فلوس كتير وكده وأنا لاج الموظف المهم رح تصايده وماشي ففي بعض الاخوة يقولوا لي لأ حرام عليك فهل ليه وزه؟ يعني انت هتسيبه عشان يحصل فيه ايه عشان يندفن يعني ولا عشان يحصل فيه؟ لا فيه لما ارز الحانوتي بتاع المستشفى بيارضوا وبيارضوا حق كفن وكده وهو بيتسلب فيه يعني يدفنوا يعني يدفنوا هو هو يدفنوا يعني على اساس انت سبته على اساس انك رجحت الظن او كنت متأكد على اساس انه هيدفنوا على طول طيب فهل علي يا وزر يعني؟ يعني انت دلوقتي كنت بين خيارين اما انك تسيبه للحانوتي وهو يدفنوا بمعرفته او تدفنوا انت تاخدوا انت وتدفنوا بمعرفتك ايه خطين لكن في الحالتين هو رايح عشان يندفن هي دي النقطة اه الخط اقطع اه الخط اقطع طيب ام عبد الرحمن اهلا بيكي ايه السلام عليكم وتد حتى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي معبد الرحمن اه اولا انا بهمي قناة الناس لانها وصلت لقلوب الناس كلها شكرك شكرك وبشكر العلماء الاجلاء ربنا يحفظهم الله يكريمك ويجدهم معلم ونور الله يكريمك يا فندي يعني سعداء بكل ما تفضلت به من شهادة مهمة جدا والله يا استاذ حفظ انا باشكر في القناة لكل من جميع شكرك شكرا شكرا السؤال لو عند حضرك اسئلة يا مو عبد الرحمن ايه السؤال ايه السؤال ايه دلوقتي انا لما بكون في موصلة وبسبح ايوه يعني مبرداش احرك حفيفي بيبقى بالقلب وباللسان هل ده صحيح ولا برضو لا يقبل حاضر بشكرك على السؤال المهم ده بشكرك شكرا انجزينا يا مو عبد الرحمن ربما يكون معايا اه اتصال تاني طيب ارجع بالنسبة للمرأة امان الجهر والاسرار ده في نفس المواضع تجهر بالصلاة وتجهر بصوفيها ام لا اذا امنت ان يسمعها رجال اجانب يعني واحدة ست بتصلي لوحدها في بيتها تجهر في مواضع الجهر وتسر في مواضن الاسرار بتصلي في بيتها قدام جزها اولادها في شمانع تجهر وتسر كلهم في موضعها بتصلي مع جماعة ستات ضيوف عندها وهي امامها ليهم امام ليهم تجهر وتسر في مواطن الجهر وهكذا وفي مواطن الاسرار بتصلي في حضرة رجال اجانب يبقى لا يشرع لها الجهر اه لان العباد ايه احنا لا نقول ان صوت المرأة عورة لا 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 مايبقاش في خطب بين الملفات يا امر تعبودية انما لا ومعقولة المعنى برضو لكن هو الاصل في العبادات القولية للمرأة انها لا تجهر بها في حضرة الاجانب لان اصل امر المرأة مبني على ستر في مثل هذا ومثاله لا يشرع المرأة ان تؤذن مثلا ولا يشرع للمرأة ان تكون اماما للمسلمين صلي بالرجال ولا يشرع للمرأة ان تجهر او تخطب الجمعة او تخطب الجمعة او تجهر بالتلبية فهتلاقي المواطن اللي كان فيها جهر للمرأة بصوتها الشريعة قلت له لو سمحتي الافضل ان انت تسري هي لو جهر برضو مش حرام لكنه لا يشرع يعني مش مطلوب منك شرعا الشرع ما بيجعلش ذلك في حقك عبادة طب انا رحت اقيلة بصوت عالي حصل حاجة ما حصلش ان انت اثمتي لكن ما حصلش ان انت اثبتي ها يقل ما حصلش ليك الاسم ولكن لم يحصل لك الثواب ايضا على الجهر في موضعه طيب معنا سيد سامي يا سيد سامي اهلا بيك السلام عليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فاضلي فندم اه انا كان ليا اسوال بعد اذن احضر لك كان انا اه كان عندي حتة ارض وبيعتها امم وبعدين حطت الفلوس في البنك ايوه اه بطرحة انا محتاج الفوائد اللي هي بتيجي من المبلغ دوت عشان اكمل بها مصروف الشهر يعني بتاع البيت وكده ايوه فعاوز اعرف الفوائد دي حلال ولا حرام فوائد حاضر يا فنة اسمح لي فضل شهر احمد نطلع فاصل قصير ثم نعود ونجيب عليه كل مزايا من تساؤلات اتقوا معنا موسيقى حكم الدين في تبرج النساء والملابس الشبابية الجديدة امثال البناطيل الممزقة وما الى ذلك موسيقى لو انا مثلا هاختسل من جنابة هل علي فعل هل علي اني ادي اركان الوضوء ولا الاختسال هينوب عن اركان الوضوء موسيقى كشاب مثلا في وضع فيه مليء بالفتن ازاي اقدر اعيش من غير مقع فيها في حالة ان انا مثلا في تأخر الزواج حتى مثلا لو جيت اختار حتى زوجة الموضوع بقى صعب فيه فتن كتير ازاي اختارها اصلا وتكون هي زوجة صالحة فعلا اهلا بحضرتكم فضل الشيخ احمد وجد الترحيب بفضلتك اسمح لنا نجيب كل ما لدينا من التساولات اهلا وسهلا تفضل هنبدأ باسئلة التقرير اللي احنا شفناها دلوقتي التقرير الشارع الاخي الكريم بيقولك الحكم فيه تبرج النساء ايضا والملابس الشبابية اللي بنشوفها احيانا دلوقتي سواء للبنين او البنات يعني هو التبرج اذا كان بمعنى التزين فان التزين يباح للمرأة في بيتها ولكن السؤال اكيد متعلق بتزين المرأة خارج البيت وتزين المرأة خارج البيت ليس كله مذموما او ليس كله محرما فمنهما هو مباح ومنهما هو مكروه ومنهما هو محرم والله سبحانه وتعالى لم يقول ولا تبرجن انما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاول خيادوا هنا المواضع التي فيه المرأة العيون اللي هو العين اللي هو اجمل ما في الوجه قد يكون لكن مش معنا كده ان الست بقى تخرج عاملة زي عروسة المولد واخد بالك بالاصباغ المختلفة والعطور الصارخة والملابس الضيقة وتعتقد ان هذا يوافق الشرع لا انما الاعتدال في كل شيء انحسن فوضع المكياج الخفيف الذي يخرج بالمرأة الى حد انها تفتن به الغير انما هو الذي يحصل به اصلاح الوجه وجعله على هيئة النظرة واخفاء العيوب التي في الوجه وكذا الى اخرى هذا لا بأس به والمرأة اصلا مخلوق مجبول على حب الزين واخد بالك فالشرع لم يأتي في الامور الجبلية واراد ان يقطعها هذا ضبط مهم على فكرة الامور الجبلية التي الانسان له فيها ميل جبلي يعني ميل فطري الشرع لم يأتي بقطعها انما اتى بضبطها فالشرع منهاش الانسان عن الغريزة الجنسية مثلا لكن امره بضبطها وجعلها في شيء معين لم ينهى الانسان عن الغضب بمعنى انه قاله لا تغضب صحيح لكن ده ناهي عن تنفيذ اثاره لان الغضب مش بييد الانسان واخد بالحضرتك كذلك في الحب كذلك في كل شيء انفعالي او لا لا يمكن للانسان فيه ان يعني يكون عنده مكتسبا انما هو امر جبل اما بالنسبة للملابس الشبابية ففيها وفيها يعني هي مش مجرد وصوها بشبابية يقتضي انها محرمة او يقتضي انها جيدة الجيد منها جيد والمخالف منها مخالف ممكن حتى الشيخ محمد غزالي كان ليه جملة كده يقول لك الاسلام لم يأتي ليقل ضد الطبيعة الانسانية ولكن جاء ليهذب هذه الطبيعة نعم ده فيه بعض الاحكام يا سيدي الكريم الفقهاء شوفوا يعللوها بايه يقول لك لانه مقتضى الطبع يقول له يقول لك مقتضى الطبع مقدم على مقتضى الشرع مش معنى كده ان انت بتقدم طبعك على الشرع يعني الشرع لم يأمرك لان اصلا جبلتك بتدعوك الى هذا يعني الشرع ما يقولش للاب اشفق على ابنك بطبيعة الحالة هتشفق عليه بمقتضى الطبع طبعك بيدعوك الى الشفقة على الابن فيقول لك مقتضى الطبع مقدم على مقتضى الشرع مش لان الطبع مقدم على الشرع بل لان الشرع لم يأمرك لان طبعك يدعوك ده بتفكرني برده ده عمر بتحصيل الحاصل تفكرني بجلسة الامس مع مولان الابان من السؤال الدكتور علي جمع لما قالك فهم النصر وادراك الواقع نعم شوف المعنى هنا الفهم كيف تفهم النصر وكيف تدرك الواقع يعني ارجع تاني للسؤال التاني الوضوء في الاغتسال من الجنابة هل الاغتسال من الجنابة يجزئ عن الوضوء نعم هذا هو الاغتسال من الجنابة يجزئ عن الوضوء وحتى لو ما حصلش فيه ترتيب بين اعضاء الوضوء ودي الصورة الوحيدة التي يسقط فيها الترتيب في الوضوء اذا درجة تحت الجنابة ما دام الانسان لم يأتي بنقض من النواقع في اثناء الوسل اسمح لي معايا الأستاذ الزينب يا أستاذ الزينب أهلا بيكي أستاذ الزينب طيب حتى تعود مرة أخرى بيقولك وسط الفتنة وهو يطلق الكلام يعني الأخ الكريم بيطلق الكلام بشكل إيه في عمومية كريرة جدا هنجا وجوه ياريت بس عشان نقول المبرمو هو محتار محتار طويل وتعبان وتصور أنها كلها فتن عاوز يكون مستقيم وقريب من الله ولكن هو شاب وحاوله ملهيات وفتن كثيرة وكذا إلى آخره فنقول له استعن بالله ولا تعجز يعني إيه برضو إجرائيا يعني اتخذ لنفسك صحبة صالحة تدعوك إلى الفضيلة وتشاركك في فعل الخيرات إذا صليت يصل معاك إذا قصرت في الصلاة تلاقي حوليك اللي بيصلي وذكر ربنا سبحانه وتعالى خلي ليك ورد في الزكر كل يوم مئة مرة استغفار وخمسمائة مرة صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لو فعلت ده هتلاقي قلبك نور وهتلاقي صدرك انشرح وهتلاقي بقى في صلة بينك وبين الله أما اختيار بقى شركة الحياة وكذا إلى آخره فالمحددات معروفة وهي أن تكون بنت من بيئة صالحة خارجة من بيت كويس متماسك من بنت متربية تعرف ربنا سبحانه وتعالى تعرف ما يأمر بيه ربنا سبحانه وتعالى فتبقى حريصة أنها تفعله وما ينهى عنه فتكون حريصة أنها تتركه واحدة عارفة يعني إيه سته يعني إيه راجل كده يعني بنت عاوزة تنشئ حياة زوجية مستقرة تكون يعني عونا لك وتكون أنت عونا لها لتحصيل رضا الله سبحانه وتعالى المحمد بتقول ابن حلف على مراته يمين لو خرجتي بالطأم ده مش هتبقى على زمتي بس خرجت بالطأم ده يقوم ابنك بقى اللي هو محمد ده يا أم محمد ييجي عندنا دار الإفتة إذا كان هو يعني ويسألنا علشان نجاوبه لأن أسئلة الطلاق لازم فيها تحقيق مباشر مع الراجل اللي تلفز طيب أنا السيدة عبدالله بيقولك أنا عايز أتحرم ماذا أفعل في مزرعتي أنا راجل عندي مزرعة مواشي وببيع منها فكرة 350 كيلو اللي بيشتري مني أقل أو أزيد أنا موقفي إيه في كل الأمور دي شوف يا سيدي رقم واحد انت راجل تاجر مواشي أو عندك مزرعة مواشي وبتبيع ما ليش دعوة واحد عايز يشتري عشان أضحية واحد عايز يشتري عشان نزر واحد عايز يشتري عشان يوزع على الفقرة واحد عايز يشتري عشان يدخل يوسع على أهل بيته لا شأن لك ما أنت مش مطلوب رقم واحد رقم اتنين لأنه بيقولك وأنا علي إسم ما عليكش إسم على جميع الأحوال اللي زغشيت حد بقى لسامح الله ويطلب منك حاجة وأنت أخبرته بخلاف الحقيقة رقم اتنين الأضحية هل يشترط لها سن معين عند جماهير العلماء يشترط لها سن معين واختلفوا في تحديد هذا السن الشفعية بيقولوا البهائم هذه تلات أنواع الضقن والبقر والجمال الجمال الضقن اللي هو يجيب لك الخروف والمعزة والجدي وكذا بيقولك لازم تكون تمت سنة وشرعت في التانية كويس كده أما البقر والجموس والتيران أعزكم الله تكون تمت سنتين وشرعت فيه التالتة أما الجمال تكون تمت خمسة وشرعت في الستة كويس كده يبقى كسرت السنة كسرت السنتين كسرت الخمس سنين دار الإفتاء المصرية سلكت مسلكاً آخر إيه هو؟ قالت أن المنظور إليه المنظور إليه في قضية ما يجزئ في الأضحية ليس هو السن إنما هو وفرة اللحم فإذا والله عندك أنت بقرة أقل من السنتين ولكنها مدية لحم زيها زي اللي كسرت السنتين ما فيش مانع حينئذاً إن أنت تضحي بيه للي بيضحي للي بيبيع للي بيبيع للي بيبيع مالوش دعوة أيوة كلام ده في الأضحية وفي العقيقة لأن الشروط العقيقة هي شروط الأضحية وشروط الأضحية هي شروط العقيقة عندك خروف أقل من سنة ولكن هو مدية لحم زيادة عن أبو سنة فالإدارة الإفتاءة بتقولك يجزئ قضية بقى أن هو عدد معين من الكيلوات لو حققها يبقى مجزئ لو قال لأنا ما يبقىش مجزئ مش معنا أصلاً لـ 350 ولا أكتر ولا ألا أنا ما عرفش أنا بقولك الرجل الخبير اللي هو مش أنت بقى كمالك مزرعة وراجل أفندي لا الرجل اللي إيه اللي بيباشر تربية هذه الحيوانات وعارف طباعها وعارف يعني أحجامها أحجامها وكذا إلى آخر بنقوله والله الشكل ده اللي هو أقل من سنة ده زيه زي أبو أكتر من سنة فيقولك آه يطلع بقى زي ما يطلع هي ومش بعضة كيلوات محدد المهم أنه يعطي لحما يماثل ما يعطيه نظيره مما وصل إلى السن الذي حدده الفقهاء صحيح لخروج من الخلاف أولى والخروج من الخلاف مستحب والالتزام بالسن يعني أورع وأفضل وكذا إلى آخر اللي إحنا قلنا ده اللي هو أكتر من سنة في حق الضأن أكتر من سنتين في حق البقر أكتر من خمسة في حق الجمال آه في حق الجمال خمسة وشرعت في الستة اتنين وشرعت في التالتة واحدة وشرعت في التانية ده الأحسن ولكن إحنا بنقول إن في ساعة بما اختارته دور الإفتاء المصرية من أرد يعني ألجأ إلى هذا الرأي فلا يعني حرج عليه طب أن نروح دلوقتي الأستاذ إيمان بتقول أنا حلفت ويعني والله كده وأنا غير متعمدة تماما ده لغو اليمين ما عليكيش فيه شيء يا إيمان طيب يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل هذا النداء لنحن يعني من هم الذين آمنوا وماذا نعني بعملوا الصالحات نداءات الرحمن لأهل الإيمان نداءات الرحمن آه يعني الآيات التي قال فيها الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها نداءه آه فدي النداءات الرحمن لأهل الإيمان آه بيطلب منهم أشياء بقى وكذا إلى آخر ممكن تتجمع دي وتشرح أو يفصل الكلام فيها دي بفكرة لطيفة يعني آه الذين آمنوا يعني الذين تحققوا بالإيمان يعني المؤمنين متى يكون الإنسان مؤمنا إذا آمن بالله وأنه لا شريك له وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه رسول مرسل من عند الله وآمن بالملائك وباليوم الآخر وبالنبيين وبالقدر خيره وشره أركان الإسلام الست اللي احنا خدناهم في تانية 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 ابتدائي واخد بلك هي دي أركان الإيمان إذا تحقق في الإنسان أركان الإيمان دي إيه بقى هو ده مؤمن طيب واحد الحاجات دي كده بقى مؤمن لما بقى يتفاوت بقى الإيمان بالطاعات فالإيمان يزيده بالطاعة وينقصه بالمعصي فيعمل الإنسان من الصالحات فيقترب من الله ويزيد إيمانه إيه هي الصالحات القربات يصلي يصوم يبر الناس يجيب الفرائض منها ويجيب النوافل يصل رحمه يوطيع أبويه يتصدق يبتسم في وجه أخيه المعاملات كلها حلوة المعاملات كويسة البر شيء هين وجه طليق وكلام لين حل واخذ بار حضرتك كلام حل يصل جاره يحسن إلى المسكين يحسن إلى اليتيم يقضي حاجات الأرملة يبقى قلبه كده معلق بالمساجد يذكر الله آناء الليل وأطراف النهار يتعلق بكتاب الله وهي إلى آخره بقى شوف كتاب شعب الإيمان للبيهقي مش عارف كم مجلد هي كلها أعمال صالحات شعب إيمان شوف رياض الصالحين مليان من هذه الأعمال الصالحات فتبقى مؤمنة أما أنت بالله بالنبي عليه الصلاة بالأنبياء بالقدر خيري وشرك بالملائكة بالكتب بالرسل بأيتي مؤمنة زودي ده بقى وزودي مرتبتك بهذه الأعمال الصالحة الفرائض ثم النوافل سيد السعيد أهلا بيك سيد السعيد طيب سيد ناصر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل فن لو سمعت أنا بتعرفها عن حاجة دلوقتي كانت مراطي قلت له أكلمت وقلت له لو بنت أجرعت في المكان تكون طالق بالثلاثة وأنا عن المهيز عندنا مثلا أنا أهديتها وكده حين مطرح آه قلت ده يلحش الطلاق أو يلحش ده دلوقتي وتهديد وأنت بتقول أنا كنت بأقصد تهديد حاضر يا فن بشكرك شكرا جزيلا طيب يعني الأستاذة إمام معي أمو محمد أمو محمد أهلا بيكي أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي فن ده أسأل علي إن أنا كنت في قضية مرفوعة في البلد يعني محتاجاها أو الحقومة محتاجاها فكات محتاجة مني في مبلغ المبلغ ده ما كانش موجود معي أنا بعت أرض على أساس حطيت المبلغ ده على الأرض حطيته في البنك إلى حد ما يتحكوا في القضايا دلوقتي البنك السلوتي بقالها حوالي سنتين ونص في البنك هل عليها زكا في البنك حاضر من سنتين يا فندم صح سنتين ونص طيب شكرا 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 جزيلا أم أشرف أهلا بيك يا فندم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السؤال حضريك يا فندم عايزة بس أسأل الشيخ عن حاجتين كده إيه هم أما باجي أصال لي أنا كانت حصال لي كان حاجسة كده يعني حاجة حالات نفسية ممكن يا مواشا صوتك يعلى شوية بعد إذنك عشان نسمع السؤال بوضوح لا ما فيه التلفزيون ما فيهوش حاجة خالص لا كده سمعين لا أنا أصلي صوت حضرتك تتعدي ذاته يعلى شوية طيب ماشا خالص لما بتصلي بيحصل إيه ما بركس حاجة وقعد أعيد الصلاة بعدين أعود يعني الشيطان وقف لي كده وان عايز أخرج منش عارفة بقول يا رب اخرجني منه وبعده عنه كده حاط أعيد الصلاة أعيد الصلاة يعني الحمد لله بصلي وبصوم وعارفة كل حاجة وعلى طول بتعدي الصلاة بالشكل ده يا أبو الصلاة حاجة فضيعة والله كل ما صلي وكل ما راح توضى لازي مرجع توضى ثاني لا دي وسوسة دي وسوسة إجابة سريعة لحضرتك إجابة مباشرة دي وسوسة علاجك في أن أنت تتجنبها تماما وخلفي نفسك وما تعديش الصلاة واذكر الله صبحا ومساءا وصلي أكثري من الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأكثري من ذكر الله تعالى باسمه المقصد بياء النداء يعني يقولي يا مقصد كتير كده وتخالف النداءات الشيطانية تخالف النداءات الشيطانية طب أرجع ليه أم عبدالله أهلا بيكي أهلا بحضرتك أنا لها شقة يعني شرية شقة عندي شقة فقرت شريعة بالإست فطبعا ما قالوا لي إيه كان على الإست أنا مش قادرة تسع يعني فروحتي قالوا لي وضى بيها وأجريها فروحتي جبت كارت عشان كان نايس على البلوات ويعني حاجات تشتباط فيها كده فقالوا لي الكارت ده حرام لأن الكارت ده للشغل بس فأنا جبت عملتي مثلا البلوات ده فقالوا لي كده حرام فأنا عاوز أعرف حاضري فانت بشكورك شكرا جزيلا فيما تبقى من وقت نجيب على كل ما لدينا من تساؤلات دلوقتي برضو السيدة إيمان مجغولة بكيف تعمل الصالحات كيف تكون الخاتمة حسنة من خلال لا أقف عند فكرة الدعاء الله محسن الخاتماتنا لا عايزة تعرف ايه من الأعمال ما يجعل الخاتمة حسنة وجميلة حسن النهايات من حسن البدايات يعني الخاتمة كانت بداياته مشرقة أي كانت نهاياته محرقة واسدف حاجة تانية ده في الطريقه كده لكن المتكلم دلوقتي على أن الخاتمة ثمرت ما تقدمها من حياة أيها فلو كان الإنسان شغل وقته وهمته وقلبه بما يرضي الله لن يخذله الله سبحانه وتعالى وستكون خاتمته وخاتمة السعداء فرأس الأشياء اللي تأتي بحسن الخاتمة بر الولدين وكاثرة ذكر الله والانشغال بالطاعات يعني أنت إزاي يعني هتكون أنت قايم نايم بتفكر فيما يرضي الله وبعدين تأتي في هذه اللحظة الفاصلة وتكون من أهل الشقاء يعني فهاي دي ثمرت ما سبق دي النتيجة دي الخلاصة دي العصارة وخبار حضرتك الروح تكون معلقة بما كانت معلقة به حال حياة الإنسان والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يحسن لنا ولكم وللسامعين الخاتمة وأن لا يخذلنا أبدا في هذه اللحظة الفاصلة الأستاذ زكريا بيقول دلوقتي أنا في حيرة من أمري هل علي زنب نسبة الطفل المبتسر وقالوا لي هنتفنه يعني أسيبه للحنوتي ومعنى أسيبه للحنوتي يعني هتتفنه لا ليس عليك زنب إن شاء الله وما يفكرش في الموضوع دا تاني لا خلاص طيب دلوقتي التسبيح محمد الرحمن سألت سؤال يعني نابع من كلامنا في الحلقة جميل سؤال حيل وعجبني وأنا عجبني جدا السؤال حيوب أشكرها على هذا الثناء وهذا الكلام الجميل والرايع النابع من القلب دعا للقائمين والذين أسسوا هذه القناة دلوقتي أسبح وانا سكت ولا لازم حرك الشفائي شوف يا سئيدي الكريم القلب له ذكر واللسان له ذكر وأفضلهما ما اجتمع فيه الذكر القلبي مع الذكر اللساني لكن إحنا لما قلنا إن عدم تحريك الشفاة بالقراءة لا يجزئ دا حيث اشترط الشرع القراءة يعني الشرع قال لك ما تيجي تصلي اقري الفتحة اقري الفتحة دي معناها إن انتي تحرك شفايفك على القلب مش تسكتي وتمرري الفتحة وألفظها على قلبك دي ما سمعتش قراءة أنت كده ما سمعتش كلام الشرع لكن الذكر القلبي دي حاجة تانية الذكر أصلا مستحب فأنا قاعد ساكت كده في المواصلات وأعمال أذكر بقلبي الله 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 ما فيش مشكلة وده يعتبر ذكر فاضل وذكر عظيم وفي بعض أهل الله الطريق بتاعهم مبني على الذكر القلبي السادة النقشبندية الذكر الأصل فيه عندهم الذكر القلبي مش معنى كأنه الذكر اللساني مش مطلوب عندهم لكن ده يقولك ده أجمع ده أبعد عن الرياء ده كذا وبيذكروا مرتبة طريقة مش قضيتنا لكن قضيتنا لوقتي أن الذكر القلبي مطلوب والذكر القلبي يعني يثاب الإنسان عليه وأفضل والذكر كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ما اجتمع فيه القلب واللسان يعني خدنا روح لي دلوقتي الأستاذ سام بيقول عندي حتة أرض بيعتها وحطيت فلوسها في البنك عشان باخد الفوائد بتاعتها بتعينني تعينني على المعايش يعني حلال الفوائد إيه فوائد البنوك حلال تمام طيب مراتي لو قلت لولدها قلت لولد مراتي لو بنتك راحت لك تبقى طالق بالتلاتة ما بنجاوبش أسئلة طلاق على الهوى تعالى عندي في در الإفتة واتصل بالتليفون على الخط المباشر عشان هايس ألك أسئلة مش طبيعة البرنامج لا تتناسب معها طيب دلوقتي في الفلوس قد فيه قضية مرفوعة بشأن ما وبعت الأرض وحطيت فلوس الأرض في البنك دي لسنتين ونصف دي عليها زكا ولا لا بلغت النصاب هيبق عليها زكا لو بلغت النصاب وحال عليها الحول دون أن تقل عن حد الحول في أثناء الحول دون أن تقل عن حد النصاب في أثناء الحول يبق عليها زكاة كل سنة بسنتها فضلتك يعني أجبت أم أشرف في موضوع الوسوسة عشان نؤكد على موضوع الوسوسة لأن الوسوس متمكن منها بشكل جيد الوسوس للسيدة الفاضلة الكريمة السائلة ولغيرها ولنفسي ولك وللسامعين الوسوس من الشيطان وسوس شيطاني وما دم من الشيطان فإذا الشيطان لا يأمرك بخير ماذا أفعل إذا أصبت بالوسوسة الوسوسة دي تبصت لايه الإنسان متردد في عبادته يجي يتوضى يقول لك أنا مش حاسس إن أنا توضيت ويقعد نص ساعة يتوضى ساعتين عشان يغتسل مش عارف يجمع النية مش عارف يكبر ويقف على طراطيف صابعه ده مبتلة يعني إحنا ما بنعيرش حد ولا حاجة ونسأل الله له الشفاء بس ده حال شيطاني والشريعة لم تأمر بتلك المظاهر العجيبة الغريبة الشريعة شريعة سهلة سمحة بسيطة فالإنسان لو يبتلي بذلك الوسوس يبقى عنده مشكلة نفسية المشكلة نفسية تتعالج نعالجها إزاي؟ في شقين في شق روحاني هو ده بتاعنا وفي شق عند الدكتور في ناس بيبقى لابد أن يروحوا للدكتور يعلجوا من الوسواس القهري ده موضوع تاني ده قصة تانية الجزء الخاص بينا أنا بقولك رقم واحد ورقم اتنين ورقم تلاتة ورقم اربعة ورقم خمسة خالف نفسك وخالف النفس والشيطانة وعصيهما نعم يقولك يمين قله شمال يقولك شمال قله يمين يقولك لسلة بطلة تقوله إيه؟ طلع له لسانك مش هتقوله حاجة يعني صلي يعني صار فيه حتى أنك تقوله صلتك قلل السلطة صحيحة أسبوع واحد وهيروح الكلام ده وإما ينزغنك من الشيطان ينزغن فاستعذ بالله ما يجيلك الحال ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معلو سيدا شيماء معلو سيدا شيماء معلو سيدا شيماء وادعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك هذا أكثر من الذكر ومن الصلاة عن النبي خصوصا يذكر الله باسمه اللطيف بياه النداء وربنا يرفع عن كل مبتلا ما اتلاه به سيدا شيماء أهلا بيك اتفضلي فاند ألو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدا شيماء ممكن توطي التلفزيون من قبل ما تقولي سؤالك أنا أفلت وخاض لا مش عايزينك تقفليه تفضلي بصد حضرتك أنا عملت حدثة بالعربية سلامك الله الله يخليك يا رب بس العربية بهدلت فحد نصحني أن أنا أصلحها ولما يجي أبعها بعد التصليح ما أقولش أنها كانت عاملة حدثة بس أنا يعني مش عارفة أحس أن ما يفعش أعمل كده فحبيت أعرف يعني عندي كأي سئلة تانية وسيش هيماء آه هو بس كمان سؤال تاني هو أنا اللي خبطني وبهدلني كده يعني سابني ومسي فعايز أعرف ده يعني إيه ظرف عقابه وإيه ده آه السبب في الحدثة اللي عمل كده يعني آه هو حد الخبطني آه هو سابني ومسي فأنا مش عارفة آه أقول له إيه لك حاضر يستي بشكولك شكرا جزيلا كان عندي سؤال من أم عبدالله بتقول كان عندي شقة بالتقسيط وجبت قرد أشطبها عشان مش عادرة أسدد آه قال له القرد ده حرام مش عارف ما عرفش مش ما عرفش القرد حلالة ولا حرام ما عرفش الملابسات ظروفك أنت كنت وصلتي لحالة من حالات الاضطرار ولا لأ علشان أقولك أن يجوز لك أخذ القرد لأن الأصل في القرد الحرمة الأصل في القرد الشخصي الحرمة ولا يجوز اللي يجوز إليه إلا في أحوال الضرورة أو إذا كان قرد تمويلي فحالتك مبهمة علي في الحقيقة فلذلك مش عارف الجواب طيب سؤالنا الأخير لستوزة الشيماكة بتقول يعني ربنا نجاها الحمد لله رب العالمين دلوقتي لما أصلح العربية قالوا لي صلح العربية وبيعيها ولتذكري ماذا حدث لهذه السيارة والحصل دلوقتي إن أنا باجي بيع عربية فأقول مشتري ما بيستناش إن أنا أقول له فزا قلت له والله هيقول لي جزاك الله وخيرا وزا ما قلت لهش أنا هغشه اللي بيجي يشتري عربية في العادة بيجيب معا ميكانيكي يبص على العربية وعدين ياخدها يقول لك يرفع العربية ويكشف عليها ويقلبها يمين وإيه بها شمال ويقول لك والله دي رشة بره ودي مش رشة ورشة جوه يبقى أنت عملت حاتل دي فبريكا يعني ما رشتش وأخد بالك فبريكا بره وجوه يعني ما رشتش خالص وأخد بالك بس نجاوب طب السيتم حنا ما جاوبناش لأول هذا جاب استعرض معلوماتي بس فهو الحاصل دلوقتي إن إذا العربية حصل لها هذا الحادث وكان الحادث ده فيه كما يحصل لعموم السيارات بيجي الرجل يكشف عليها وبيعرف لو سألك جاوبين لكن فيه عيوب بقى خفي ممكن تخفى على حتى الميكانيك إن مثلا ودي بعيوب قاتلة في السيارة زي إن الشاسية مثلا يتشرخ بسبب حادثة من الحوادث وممكن دي تخفى ده دعيب قاتل في السيارة فإذا أنت رقتيه مرة عليه لازم تنبهيه لكن العيوب العادية دي يعرفها هو ويعرفها المتخص اللي معاه والمكان اللي راحت العربية اترافعت فيه إذا سألك كوني معه صادق ما سألكيش خلاص معاه السؤال نجوة السؤال نجوة أهلا بيكي طيب نرجع للسؤال التاني السؤال شايماء بتقول اللي خبطني بقى خبطني وجري منه لله بقى عقبه عند الله الله أعلم لكن عقبه إيه في يعني إيه المطلوب منه في الدنيا إن من أتلف شيء فعليه إصلاحه فواحد أتلف لك سيارتك وإنتي فأمانت الله كده ليس عليكي لم تشاركي في هذا الخطأ بأي قدر من من أنت وقفت فأمانت الله راح جاي خبطك خلاص يبقى هو مسؤول إنه يضمن ما أتلف واخد بالك فراح جاري وسايبك ده راجل بقى عديم المروء وهو كده في رقبته ذلك الشيء أمام الله عايزة سمحيه سمحيه عايزة تستني تقضي حقك وتستوفيه يوم القيامة ففعلي والأفضل إيه والأفضل طبعا المسامح فمن عفى وأصلح فأجروه على الله يعني أقول لها بالحمد لله ربنا نجاكي من الحادثة الكبيرة دي في مثل حلوة قوي عندنا نسمعه ونخدم بالحلقة يقول لك اللي يجي في الريش بقشيش يعني إيه اللي يجي في الريش بقشيش يعني مدام جات في العربية جات في حاجات مستدركة الحمد لله أن أنت سالم الحمد لله أن جات في الحديد يقول لك الحمد لله أن جات في الحديد آه ما جاتش فيك أنت الحمد لله أن أنت سالمة وكويسة فضل الشيخ أحمد ممدوح من فتوة بدر الإبتاء المصرية سعدت بلقائي معك في هذه الحلقة ونلتقي دائما على هذا الخير أنا دائما بكون سعيد وأنا معك أهلا وسهلا دمتم في رعاية الله وأمنه إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة